استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد موسيس كوريا المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الذي قام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصائد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرسالة قد تضمنت أيضا طلب تقديم مصر دعمها للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوماسا شرق أفريقيا جنوب أفريقيا استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد موسيس كياريه المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الذي قام بتسليم رسالة خطية للسيد الرئيس من الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصائد أوضح المستشور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرسالة تتضمنت طلب تقديم مصر دعمها للمنساء الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية بين التجمعات الاقتصادية السلاسة الكوميسة شرق إفريقيا جنوب إفريقيا لا سيما في ضوء أن إطلاق الاتفاقية تم بشرم الشيخ عام 2015 كما أن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية وكذا رئاسة مصر الحالية لتجمع الكوميسة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد تطلع المتبادل لتدعيم العلاقات السنائية وتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين كما أكد سيادته الدعم الكامل لمسعى الرئيس الكيني فيما يتعلق بجهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية السلاسية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وزيادة معدل التكامل الاقتصادي بينها